اشتركوا في القناة رئيس مجلس الشوراء ان ادوار الصحافة الوطنية والوسائل الاعلامية المختلفة تتعظم في مواجهة خطابات الكراهية مؤكدا الحاجة لمضاعفة الجهود الاعلامية لترسيخ احترام حقوق الانسان وتعزيز القيم والمبادئ والمثل النبيلة التي تعتبر ارثا حضاريا نشأ عليه المجتمع البحريني على مر التاريخ وتشكل القاعدة الرصينة للتعايش والتسامح والسلام والاحترام المتبادل بين مختلف الشعوب والديانات اشتركوا في القناة